السلام عليكم كم سعر طن الشعير؟ سعر طن الأرز الشعير اليوم السبت 3 أغسطس 2024 للمستهلك في الأسواق المصرية تزامناً مع اقتراب موسم حصاد الأرز ارتفعت معدلات البحث في الوقت الحالي حول سعر طن الأرز الشعير اليوم السبت 3 أغسطس 2024 خلال المقال التالي يقدم لك موقعنا الإخبارية بلد نيوز خدمة معرفة سعر الأرز الشعير والأبيض للمستهلك في الأسواق المصرية تابع قراءة السطور القادمة للاطلاع علي التفاصيل سعر طن الأرز الشعير اليوم تشتهر المحافظات المصرية بصناعة الأرز الشعير الذي يتميز بخصائصة المميزة لذلك يتساءل للكثير عن سعر طن الأرز الشعير اليوم هذا ويشهد سعر الأرز الشعير والأبيض حالة من الترابع في الأسواق المصرية فسجل سعر الطن تراجع بنحو 400 جنية سواء للشعير أو الأبيض هذا وجاءت الأسعار علي النحو التال وصل سعر طن الأرز الشعير من النوع رفيع الحبة اليوم في الأسواق المصرية أي 12800 جنيه وصل سعر طن الأرز الشعير من النوع عريض الحبة اليوم في الأسواق المصرية ألي 13800 جنيه وصل سعر تن الأرز الأبيض من النوع عريض الحبة اليوم في الأسواق المصرية يالي 22 ألف جنيه وصل سعر تن الأرز الأبيض من النوع رفيع الحبة اليوم في الأسواق المصرية يالي 23000 جنيه أسعار السلع التموينية اليوم جاءت أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس علي النحو التال وصل سعر السكر المعبئ وزن كيلو جرام بنحو 12.60 جنيه وصل سعر زيت خليط 800 مللي بنحو 30 جنيها وصل سعر مكارونة وزن 800 جرام بنحو 15.50 جنيه وصل سعر مكارونة وزن 400 جرام بنحو 7.75 جنيه وصل سعر فول معبأ وزن 500 جرام بنحو 9 جنيهات وصل سعر دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك وزن 1 كيلو جرام بنحو 18 جنيها وصل سعر شاي ناعم وزن 40 جرام بنحو 5 جنيهات وصل سعر سلسة وزن 300 جرام بنحو 8 جنيهات وصل سعر تونة مفتتة وزن 140 جرام بنحو 18 جنيها وصل سعر مربى أنواع وزن 350 جرام بنحو 16 جنيها لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد